أحب بنتي يس أكرس حياتي لها يس ولكن ما أنسى روان لأنه ما رح يبقى لروان غير روان من ست سنين؟ ممتلاقين؟ شنو صار بها ست سنين؟ هذا اللي حابة عرفة اليوم أول شي وايد سعيدة أنا الحين قاعدة لقاش بعدها ست سنين سجلنا بالنسبة حق البعض وقت يقصير أو وقت طويل بس كاعدة أشوف نجاحات روان من إلى من إلى هذا شي مخططت له أم عشوائي؟ شوفي أكيد ما في شي عشوائي لأن الواحد يقوم من نوم كل يوم أكيد عنده هدف عنده طموح عنده قول معينة بيوصل له ما في أحد يوصل لنجاح بأي مجال أين كان بالحظ أو بالغلط أو بشكل عشوائي أكيد يعمل حلو أنت ذكية لكن في أوقات تشعر أن أنا ضعت من نفسي لأن الآن ضائعة من نفسك سؤال حلو شوفي مالي ضائعة لقيت نفسي في الموسيقى لقيت نفسي بالتمثيل لقيت الشفاء لروحي وجروحي و لقلبي والغذاء لروحي في الموسيقى وفي التمثيل نقي الطريقة أفضل أن أعبر فيها عن نفسي تعالفين الواحد لما يكون متضايق إذا عبر عن ضيكتها وعن نفسها يخف عننا الألم فما في أجمل من الموسيقى ومن الفن في التعبير عن اللي أنت فيه هو الجزء من التصالح مع الذات متى ما أنا تصالحت مع ذاتي معنات أن أنا أقدر أغير ألمي إلى أمل وأسوي فيه إبداع وبيرفكت أنا وايد أقول لك برافو أن أنت قدرت تطلحين فترة وجيزة من إله أنا دائما أقول الألم يصنع الفنانين صح طيب أقول الآن شنو؟ روان مطربة روان ممثلة روان كاتبة روان مؤثرة كدرين هذا السؤال يعني الحمد لله سألتني لأنه وائد ناس أسمع هذا التعليق منهم رح أطيح ميكال جونيفر لوبز ما رح تتكلم عن أحد بمندل إيس خنا تتكلم عن أحد إنترناشن تغني مبدعة بالغنى وأنا حب غانيها ممثلة رائعة تخوف وكمان عندها سوشال ميديا تنشر فيها يومياتها مع عيالها مع ريلها أو هر أكس ناو وكمان عندها هر أون براند سوشال ميديا هي ممثلة هي ممثلة هي مغنية ما في مشكلة لماذا بس عندنا في الميدل إيست أوه هي محامية ولا كاتبة ولا مغنية ولا فنانة أنا دخلت سوشال ميديا بالغلط حبت بالغلط حبت بالغلط والله العادي بالغلط تعتقدت ممثلة بس أنه أنا كنت أنزل صوري وكنت أخاف أن أبوي يشوفهم كنت أمسح أمسح فلما أحد القنوات نزلت ومنشيت كاتبة كويتية شبيهة بروك شيلز وحطة نصوص نثرية بفصحة كنت أكتبها مع صوري وفي أمسحة صورت ممثلة أمسحة 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 عمري لم أتخيلت أن أكون ممثلة كنت أتابع أمسحة لكن لم أكن أكون منهم يعني لم أكن طريقة أساساً وكنت أتعلم في لندن وكان لدي الفرصة أن أتركت ومتحة إلى كويت وأعمل بالعلانات وأعمل أكثر لكن كانت وكان دائماً بابا ومام الله يرحمها يحثوني أن درسي أخذي شهادة بعد أن أقوم بنا فأنا درس وأخذ شهادتي طيب أنا شنو ذنب أن أنا انشهرت بعمر صغير وللساتني أستكشف نفسي ومواهمي والأشياء اللي أنا أحبها أنا دخلت المجال لم أكتأ بي أدخلها طيب أوكي الكتابة كنت صغيرة يعتني فرصة قالوا تعالي نعمل الكتابة كل صراحة يعني تحاولت تلقي نفسك في أماكن تحاول أن ألقي نفسي شو الغلط طيب أوكي اليوم روان انفلونسر وخلي ما حقول مطربة حقول مغنية مغنية وممثلة شو المشكلة كل مغنية كل مغنية تدعم مغنية مغنية المغنية وطيب أن ينزل حفلات وطيب أن ينزل حفلات وطيب أن ينزل حفلات وطيب أن يدعم الكاتب وكاريزما ونظارات ومغنية وطيب أن يكون ممثلة وشو الغلط وهم يمثل تقصد أن يكون لديها المشكلة تستمت نفسها عندما يقولك أنت مذيع لا يصير تمثل لا يصير تغني ما يصير كده. ونشكوه. كريسيان الرونالدو هذا هو لاعب يسوي علانات عنده السوشيال ميديا. هزا بيزنس مان عنده هوتيل وعنده براند وعنده أشياء. في أحد قال ليش أنت سويت بيزنس وليش أنت عندك سوشيال ميديا لا أسكر السوشيال ميديا ماتك لا أشارك حياتك اليومية لا أتنظر صورك مع عيالك وستوريز وتسوي علانات مو صلاح نفس الشيء. بس إحنا فاشني استات على قولتكم إذا سوينا شيء بمجال آخر ونجحنا فيه نتحطم لا ليش شذي انتي شنو انتي مطربة ولا موثلة ولا أنا كل شيء شو اللي زاعد أنا الشيء اللي أحب أوكي ولكن رح أستقر على شيء ولا رح أضل شذي شوفي I'm an artist يعني من عمر عمر صغير أنا أحب التمثيل وأحب الغنى وأحب الركز وأحب الاستعراض وأحب أكتب نصوص وأكتب قصص وأكتب قصص وبابا كان يشجعني أوكي وأكتب شعر فأنا أشوف نفسي روان artist يعني ممكن أسوي أي شيء من أي شيء ممكن أسوي شيء ما كامل أول لماذا حقوق حقوق لأنه قتلت لك الفاميلي هناك شيء ثاني وهو جيد أنه الإنسان طول ما هو يكبر طول ما هو يستكشف نفسه أكثر مو عيب ومو غلط صح طول ما أنا قاعد أطور وقاعد أكون أفضل من النسخة اللي كانت قبل يوم قبل يومين قبل أسبوع قبل سنة أنا لاحظت أمتا لما صرت أم تغيرت الشخصية تماماً ماذا تغيرت لونة؟ شوفي الأمومة أول شهر ما تستوعبين يعني أنت تحسين أنه أماماً حسنًا أنا أماماً كأنني أصغير ومعني كل ما تغيرت لونة كل ما أحسن بحساب لك كل شيء أنا أفعله كأنها تربي فينا شيء أمم أمم كانت تربيني أمم أمم لكن ما تربيت ما تربيت أمم 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 لا بحسن أمم أمم من المناطق أمم أمم تفكرون مليون أمم 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 أخير تقول أن سأعطي تبلغي الآن هل أمم لأن كانت تربئت والآن أحساب حسابي والآن أحسابي والآن أفكر أبيها لما تكبر يكون عندها تشديه ويكون عندها تدخل أي مدرسة أنا من الآن قاعدة أزور مدارس لها وأبيها لما تكبر يقول لها سيفي أمها شنو كان She's so proud راح تكون مور proud راح تكون أنت وايد فخورة فيها لما هي تكبر وتحقق الشي الحلو أعتقد أنه صج لما يقييك بايبي تختلف الحياة لما يصنع عندك طفل تحسين أنه ما عادت حياتي أنا بروحي بس يظل الحين أنه أنا رازم أركز على نفسي وأذكرتش لما تكبر لونة وتوصل إن شاء الله عشرين سنة أو ثمانتع عشر سنة راح تودين دولين خلاص أبي أبي زاويتي لونة راح تكضو بالخط وأبي زاويتي أنا هذه شغلة تكلمت عنها مرة في السناب تات قلت أنه صح أنه الأمومة لازم أنه أنا أكررس حياتي لبنتي ولكن ما أنسى نفسي ليش أنا اليوم على قد ما كنت أعشق لترابي اللي أمي تمشي عليها وأعشق الله يرحمها الله يخلي لك غالي حبيت وأعشق أبي بس ويني أنا اليوم؟ أنا قاعدة عند أبي أنا قاعدة أسافر وأروح وأي وأدور شغلي وأروح مني ومناك وأسافر وين أبي لحالة نفس الشي هذه الدنيا أنا راح أربي راح أكبر راح أعيش بس حتوصل هي مرحلة حتشوف حياتها حتتزوج حتتكون لها أسرة حتتكون لها حتروح الجامعة حتدد حكلها أولويات مين سيبقى لي آخر المطاف أنا أنا فأحب أنتي يس أكرس حياتي لها يس ولكن ما أنسى روان لأنه ما راح يبقى لروان غير روان نقول الحين روان قاعدة تأخذ طريج يديد راح يكون في سبتمبر يعني مع شاشا مبروك مقدما ذهبت مع الماء لا هي اللي تحت الماء ولا هي اللي غرقت بس ذهبت شون تم الوصول لهذا الموضوع بهذه الطريقة تبيني القصة كيف مثلت يعني نحرقها لا 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 مو قصة المسأغزي كيف أنه أنا دخلت على المجال شون دخلت هالمجال شون وصلت من اللي نسق مع منه أوك سو أنا صار لي من يوم ما دخلت السوشال ميديا يوني مخرجين يقولوا لي تعالي مثلي فأنا قاعدة أدرس وأنا عارفة أنا أبوي موضوع الانفلونسر أراضي هو مراضي فيه يعني هو ترابوي أخذ كم سنة إلى اليوم اليوم حمد الله اليوم صار أبوي مثلا يقول لي يعني روان ترى اليوم مثلا يعج وطني ندير الفلانية نزلي شيء مثلا روان لات نزلي خاف عليت فاليوم صار متفاهم أكثر لكن توقهم أكبر أكبر لكن توقيا أنا فايتر فيوني أنا من وانا صغيرة أحب أمثل أمنيتي أشوف مموثني يقول لي الله يليتني أنا واحدة منهم الله المغنيين الله أروح مسرحيات أقول الله وتحسين الله زهر الخرجي الله خالد بن حسين أعرفتي أيامي كانت المسرحيات الكلاسيك التي تنن البيت المسكون وهالأشياء فأقول لي يليتني لو أنا تشيدي معاهم أطلع على المسرح وأغني وأستعرض بس أبوه يبيني أتخرج وأنا حب القانون وحب دراسة القانون كمحتوى أيوني أقول لهم لا لا سبع سنين أنا لا 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 ما كان الوقت ما كان الوقت وسبحان الله تدري الحين فهمت ليش كان لا 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 وما في فرصة يعني قبل ذهبت مع الماء بسنة يعني سنتين عمل قلب أبيض كحل أسود هملة دحام ومونة شمل كحل أسود قلب أبيض صح قلت لهم لا كنتي أقدر أقول دور منه لا لا ما رح أقول دور منه فالنفس الكمبيناس دحام ومونة وهنا نشوف هذا اللي يديو واو هذا أي شيء سهوم مع بعض ما شاء الله تبارك الله يضرب ومونة مخنظي ودحام عين حلو وبينن حلو قلت لا السنة اللي طافت قبل ما توفى أمي الله يرحمها كنت توني مخلصة مشاكل شخصية على وشك أنا خلص وشوي مستقرة نفسيا دحام طلب بزوم معاي قلت يا ربي دحام لماذا يكلمني أنا شخصيا فأنا مع مجرة عمالي أقول يلا نشو بس لنه ما رح روح من مسلسل بول كويت وأنا كنت أشوفها من مسلسلات الدراما الخليجية من مسلسلات الدراما الخليجية من مسلسلات الدراما الخليجية الآن عندما نرى ثقف نفسي لا واو واو ما يحدث روعة لأنني بدأت العجلة تغير نعم ولكن أنا خبري عتيج من مسلسلات الدراما الخليجية لأنني بدأت العجلة لم أخذتها فكرة أنه بشدي هو ما أعرف أنني أعرف أن أمثل قال لي أنا أعرف كل عبت تدحام شخصية الرائعة الكارزمة وكاركتر واثق غير غير واثق قال أنا أعرف قلت له الدور لايق علي الدور أنت قلت أوكي سافرت أخذت معي حلقات دازولي أربع حلقات أوكي وأنا بالطيارة قريت أربع حلقات ينيت بالطيارة أديز أبي الحلقة الخامسة وتساسة بعتولي الخامسة ولسه ما خلوصة تساسة قلت لهم قليز أبي أقرأ المسلسل بس بالكتابة الحب كما بين الثلاث حقبات أنت لا تفهمينها في الأول بعدين يصير فيه واو شنو هالكتابة والسيناريو الرائع شيء مامر علي خاصة أنه شيء يهمك يعني أنا رأيت لقطة من اللقطات التي هي الكف الأحمر العنف ضد المرأة يس ف لعمل في رسالة لعمل شهاتي مجروحة من كل النواحي ما حلقة؟ 6 حلقات لو تنعاد هذه التجربة أيضا في شغل يديد على شاشة نقول رح يكون أوكي؟ لا هناك عمليا حبيت الحسري لا هناك عمليا أنا أي شيء مع شاشة يلا يعني لديك ثقة في أسماء معينة أنا لم أعلم لأن بعض الناس يقول شمع المكان لفلاني لأن صار لديك ثقة في المكان لفلاني لكن لم يعترض من المكان ثاني شن الأساسيات التي رح تفكرين فيها علشان أوافق أو ما أوافق أول شيء من الكاست اللي معي لأن شوفي بالنهاية الموثل الشاطر شيء اللي موثل الثاني واحد الشيء الثاني صح الميتش موثل مو حظر مو حافظ مو مؤدي عدل نرجع ندحب إحنا معاه صح يعني أنا كنت أروح حصة محظرة وحافظة دوري ودور غيري وأدائي وأداء غيري قلت متحمسة الحمد لله كان معي كاست كلهم محظرين كلهم يأيين متحمسين للعمل متحمسين للشغل الأنرجي مالتهم رائعة حتى لو كنا تعبانين والفير الواحد يشير الثاني واحد يشجع الثاني فما حسيت بي يعني ما حسيت أنه أنا مستحية أو أنا خايفة لأنه كان عندي تيم يعطيني باور فأول شيء بيدورة تيم اللي معي ثاني شيء رح دورة النص الصح إذا نص تافه ما في رسالة أو ش يسأله لأي أحد يدق علي يأرض علي نص أو دور رسالة رسالة شو نقعد تحاول توصل لأنه الفن رسالة أوكي في أشياء نسويها انترتين منت منها نسلي المشاهد عادي صح المنتاليتي ينور بصيرتهم على أشياء هم يمكن مملح منها الشخصية هذه رح تنور بصيرتهم على أشياء هم فاهمينها عالية عالية حتنور بصيرة ويد ناس شم حقبة تمر فيها ثلاث حقبات ثلاث من القديم إلى اليديد ولا من فترة بعد التحرير نقول نلا من قديم قديم إلى اليوم اليوم في ثلاث أزمنة صعب أنك تختزل هذه الفترة شديدة ستة حلقات يعني أنه هناك شيء دسم في مشاهد وايد جدا العمل في الفين مدعم لحندا شيء تتمفيل متعب سهل شوفي مع شاشة مو مسعب حبيت والله العظيم تدري ليش شهاتي مجروحة فيهم لأن صرج ما قصروا معي وشجعوني الممثلة شوف تمثيلي لا تشوف عدد الفولاورز في الإنستغرام ولا لبسي ولا شكل حلو شوف روان الممثلة يعني أنت راضية بالتقييم سيء أو بنا راضية أنا لدرجة أنه كلمت لستاذة ليلى أحمد قلت لها استاذة الله خليك لما يطلع العمل بليز انتقضيني قلت لها يا تحاسي أنا قلت لها مو نش تحبيني راح تقوليني الله حلو إذا في شيء غلط بليز قولي لأن أنا أبي أطور من نفسي طيب لماذا يحسون الناس أن أي شيء روان قاعد تسوي قاعد ينجح ما فيه تعب ما يدرون إن فيه أماكن وايد روان قاعد تسوي أشياء فيه ناس قاعد تعرق الله شوفي أديوس صديق سابق لي عرق لي الماركتنج لأديوس في يوم الرليس في يوم الصدار الأغنية طبعا أنت ما تتخيلين قد إيش أنا انهرت لأن الأغنية أنا سافرت للمغرب عشان سجلة أنا أحب أكون قاعدة مع الملحنة وسافرت الملحنة من الرباط ويبتها طنجة وقعت معاها واتدربت ويومين أنا من الستوديو وتكاليف ما دي بالنهاية أنا اليوم قاعدة أنتج بنفسي أغاني أنا ما عندي منتج والأغنية والأغنية صورتها في الكويت وصورنا 26 ساعة متواصلة وشلون شدي بعدين أنا عملت ماي ماجيك والأغنية نجحت بفضل الله وثم بفضل الناس اللي تعرف تسمع والأغنية رائعة والأغنية هل تعرفون شنو الماجيك اللي عمل الماجيك إنه أنا غنيتها كثير في السوشيال ميديا أنا سوقت لها صح سوقت لها صح بنفسي من غير ما يكون عندي جهة داعمة قبلها يمكن اللي أنا لفت نظري وحبيت إنها النقطة صارت أنا من الناس اللي أحب أسمع بدين ألتفت عرفتي لتسمعين صوت وتلتفتين كنت أسمع واحدة تغني فيه أو ما فيش اتحاقها متخصنيش كنت أقول لهم من هو هذي من هو هذي أمانة جد والله العظيم أنا قاعد أقول لك حياتي ييت أنزل الغنية فكتبت في اليوتيوب وأنا بالسيارة ما أنسى الموضوع كتبت فيه أو ما فيش شنو يطلع لي روان بن حسين روان بسرع أنا غني على سنابترات من زمان أدري بس إنه كقدرات أنا كنت مأخذة من قبل ست سنين معرفتنا الشخصية هذي اللي أنا البنت البنوت اللي حب الحياة وحب السمت 18 سنة كنت تعرفين أيوة بس الحين طفلة من خلصة ثانوية سوها ليش أقول لشلونة غيرت اللي شفتها لا هذه هذه أخت هذه الكبيرة اللي أصبحت لها شخصية وناضجة وممكن تعطي هذه دروس فجد في أماكن أنا قولت ياها الحين جدام الكل في أماكن كنا نقعد لا 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 أحد مؤدي مكانها قلت لأنه وي أنا عرف أحساسها عرف أمكانياتها بس الأداء بالصوت بيين لي أن في حالة أنا طلعتها من داخلي أحساسي كان صح طبعا thank you بإذن وي أريد أن أرجع على آديوز تدري أن الكليب فاز بسيلفر سكرينيغ في برلين ميوزيك أورد برافا وصلنا برلين ف نرجع على العرقلة إذا 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 الشغل صح العمل صح والكليب الحلو والأغنية حلوة الله موجود ما في شي عرقل نجاح أحد رزقي إذا مكتوب عند الله رحيني لو اجتمعوا كلهم عشان عرقلوا للشغلي بس استلفي نص عرقل أكيد لا أفهم هذير الناس لأنه أنا كاروان لما نشوف أحد في بدايته أو ناجح أنا أحب النجاح غيري الله استانس استانس يعطيني باور أنه أنا أشتغل على نفسي يعطيني بوش أنه أنا أصير أحسن ما رح أغار من نجاح غيري ما عندي وقت أغار من نجاح غيري حبيت جملة ما عندي وقت أغار من نجاح غيري ما عندي الطاقة أنه أنا أغار من نجاح غيري طيب هل رح يكون بنفس هالمشروع لو لونة قرررت أنها تدخل المجال بنفس هالطريقة رح تكون يناس سببورت ولا تفضلين أنها ما ترش هالدنيا بالأساس ما أدري الأمانة ما أدري بس ما يمكن تسمحي الله تتعيش هذه الحياة متفاهم تفكير نحش ممكن أن تخاف عليها. لكن هل إذا إذا أصرت أنت متقبل أن تدخل هذه الدنيا؟ وعلى فكرة التي تتحدث فيها الآن، يعتبر لعب اللي يخوف أكثر. نحن كلنا نشوف الخصوصيات تخترق أكثر. لا أدري سؤال أصحاب. ممكن. لماذا لا؟ أنا وأنتي أخرج معها مثلاً أنتظرنا لعباتنا من يوماتنا، المناسبة، يطبخ، نظر بيكنيكس، أصور و أشاركي دي كأم و بنتها. وأنا أحبت هذا الأمر. خاصة للحالة التي يشعرون بها، وأنا أحبك. وهو مجرد جيد. دعاً. لكن لا أعرف. أعتقد أنني أقول لأسئلة. أنا أخاف أن أقول ما أو لا، بعد سنة أغير رأي، يقولون أنها، لا الله خليك لا برادين يعني هالشي خليها اهي تقرر مع شوية عناية الحرص واجب التأسيس صح انا عطيش نصيحة ازمام انا اسم الله عبدالله 23 سنة ولا طلعت السوشال ميديا وخليت بروحه سوى اكاونت وبروحه وما احد كان يدري انا اما لفترة طويلة دخل المسرح وعاش حياته والله الآن يعمل نوعا ما مساعد مخرج وممثل في نفس الوقت برافو حياته ازاقيم فخليها تعيش الحياة ازاقيم ما تاخذها محمل الجد الفلوس احنا نيبها مو يتيبنا صح طفولة ما تنشرها لما اكبر ما رجع اشتري طفولة مرة ثانية اهيكي جملة حيوة طفولة ما ترجع مرة ثانية ولا اقدر اشتريها صح خليها تستق شكرا خليها تعيش حياتها حتى لو تدخل ميديا تدخل ولا كأنها تبع روان وهو صعب تعرفين انا بالشارة لو اشوف احد يرفع الكاميرا يبيصور لونة اركض اصحب التاليفون منا تخافين عليها ام لانه انا السوشال ميديا وايد دعكتني في بداياتي كيف حدت منك؟ خدت مني وايد ام يعني ان فهمت غلط عشت مراهقتي امام عيون الناس غلطت وخبطتني الدنيا قدام الناس ستة مليون ونص ستة مليون ونص شمعين لا احس بي سنبتشات تيك توتر نعم انا مراقبة من الصبح لغاية ما انا اقدر اوقف عنها في يوم الايام روان توقف عن كل هذا؟ اني اخر من سوشال ميديا توقف كل شيء ممكن؟ ايه لا تكوني بداياتي هذا سوال انساني بعد خمس سنين عشر سنين هل هناك مجال؟ ايه يوم روان تقفل تقول ما ابي ولا شيء؟ هل هناك شخصيته؟ لا ممكن ليش لا اذا لقيت راحتي في شيء ثاني انا الحين راحتي انه انا اروح الستك اليوم الصبح وروتين اروح اغني بالستوديو واسوي ميوزك مستانسة لكن اذا في يوم الايام شفت ان انا راحتي نفسية في شيء ثاني لا راحتي ابدأ من كل شيء نقول انه روان مع الشيء اللي يريحه ووه ما تريحه وعشان شدي شهادتي ماخده ماجستير من كينغس كوليج لندن خليتها وانا حين احمسها بالفن ووقت ما اينا ابي ممكن اشتغل بشهادتي ترا فكرة يمكن البعض يتهمج به الشيء تسعين بالمئة بالوسط اللي قابلتهم وانا منهم كلنا عندنا شهادة شي وعملنا شيء من حبنا ومو شرط رضاء اللي أهلنا قد يكون احنا مو هذا مسارنا بس لقينا روحنا في شيء ثاني وبعي الرزق من الله الله وفقني في شيء أنا ما تخيلتها يعني أقول لا أقول لا عندي ناس تحبني يتحب صوتتي يتحب أدائي أقول لا طيب الكتابة هم كانت من الأشياء اللي حبيتي وليقيت نفسك فيها هذه وانا صغيرة كنت أحب أكتب قلت لك أكتب سيناريو أكتب قصص أكتب شعر بابا يشجعني لما كانت في المتوسطة فست بمركز الأول على مستوى الدولة كتبت رسالة بمناسبة مرور خمس أعوام بابا صباح الله يرحمه الله يرحمه فأخدت المركز الأول فرسالة كتبت لها حالو بالثانوية ألقيت قصيدة قدام وزيرة الداخلية كوحدة من المرشدات فكنت أكتب أنه عادي يعني كان شيء أعبر فيه يعني وشدي أنا دخلت عالم سوشال ميديا من هذا المنطلق لكن هل أرجع للكتاب وهل أنا أكتب الحين لا روان ليس روان قبل سبع سنين اللي مخ فاضي وبغربة وعلى طيارة لحالها وتكتب ومعندها هموم ما عندها مسؤوليات كتابة يبيلها مخ صافي ما يبيلها أو أنه يبلوك everything أنا عكنات أنا عندي كثير أشياء مقدر روان شنو شنو بين هذلك كلهم الحين في هذه الفترة لغاية ما ينزل في سبتمبر على شاشة روان شنو أنا طائرة بعد شمساء راح الستيديو عنتي في جبي سجل شم غنية كيف شغل على السيناريو وزول يعني بين غنية وممثلة الحين يا أنا 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 أختي في ترى عن السيناريو يوم يومين إذا عندي شاركت بس ويلاقي نفسي بالغنة وبالتمثيل حلو مقدر أتجرأ شوي سؤال صغير مو من ضمن محاور يالله روان ممكن تتزوج مرة ثانية وتبدأ الحياة من يديت ياس ليش لأ بس مع الشخص الصح واللي يرحم يحب بنتي قبل ما يحبني ويخاف عليها قبل ما يخاف علي لأن بالنسبة لي اليوم بنتي هي أهم من أي زواج من أي علاقة وإذا لم تكن شيء ممكن أعيش أسنجل مام على طول ما لدي مشكلة وإذا أبسلوت بلأش المهم هذه بني تكبر أبي أصح وأنا أقول لماذا أبوي موجود أبوي ترك حياته في الكويت وشغلة وربعة وعيالة اللي أصغر مني ويا عاش في دبي عشان قال ما بي لونة تكبر من غير أب شنو أحسن من شدي صح وتنادي بابا ويدلعها ويعلمها الصلاة ويعلمها التصبيح والحمد لله وماشاء الله وأحلى مثال ويعلمها تقعد بالأرض وتاكل بأيدها وتاكل الرقي يعني تبك الكويتي فادر وهذا كل ما يشوفون السوشال ميديا هذا ما يشوفون لأن أبوي ما يطلع ويعلم أن تطلع وهذا الحلو فيه فيه مساحة خاصة يا ف ف ماني ميتة على أنا أحب أحب أن أشارك مع يومي أرجع من شغلي أقول لها شنو صار معي أفتح لقلبي أقول لها مومي خليه نصحني إداريني احتويني صفق لي نجاحي يكون موجود لي ولونا السند الظهر لكن إذا كان مكان موجود ف أنا لها السند والظهر أنا لها كل شيء أنا لها الأم والأبو والأخت والأخو والصديقة والحبيبة إن شاء الله دوم يا رب وبالعكس الشخصية اللي أنا أعرفها بروان أنا وايد أحبها بعيد عن كل الأضواء يظل عندك comfort zone وايد حلوة أتمنى لو الناس تشوف ربعها رح ستغير الناس اللي لحد الحين معارفة روان تغير نظرتها بشكل كبير جدا go ahead ووايد مبروك على كل شيء قاعد تسوينا وبانتظار سبتمبر إن شاء الله وانتظار الشاشة والشي الليديد الحلو بعدها المشاريع الليديدة إن شاء الله يكون لنا لقى إن شاء الله قبل ست سنين بليز روان لا لا أكيد قبل ستغير منيديد إن شاء الله بوسيحي لون حب لطي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة